بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كانت آخر خطوة تحدثنا عنها هي النية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى ويقول الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله إذن بالنية الصادقة الخالصة النافعة من القلب قد تصل إلى أعلى الدرجات وعظيم الأجور ومباشرة إذا صدقت النية مع الله عز وجل ونويت الخير وعقدت العزم وشحدت الهمة ستتوب إلى الله عز وجل إذن الخطوة التالية هي التوبة الصادقة وكثرة الاستغفار جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له يا أبا سعيد أجهز طهوري أي ماء الوضوب وأستعد لقيام الليل فلا أقوم ما سبب ذلك؟ قال له الحسن البصري قيدتك ذنوبك نعم الذنوب سبب للحرمان من كل خير إذن كل واحد منا أدرى بنفسه إن كنت ممن يضيع صلاة الفجر إن كنت ممن يضيع أوقات الصلوات المفروضة فحاسب نفسك وتوب إلى الله عز وجل على الأقل حافظ على الفرائد لا نقول السنن ولا النوافل فلنحافظ على الفرائد أولا يقول الله عز وجل في حديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه إذن الله عز وجل أحب شيء إليه أن تقوم بالفرائد وإن كنت من المجهدين ومن من لديه وقت يقول الله عز وجل عنه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل إذن إذا تقربت إلى الله عز وجل بالنوافل حتى أحبه سيحبك الله عز وجل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن دعاني لأجيبنه ولئن استعاذني لأعيذنه أفلا نفزع إلى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله ثوبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم توبوا إلى الله لنتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة وهذه نقطة يعني مهمة في الاستعداد لرمضان التوبة الصادقة من كل الدنوب والمعاصي وكل بني آدم خطاء وخر الخطائين التوابين إذن الخطوة الأخيرة هي العلم العلم بأحكام الصيام تعني قد يسألك أصدقائك أو أهل بيتك فيكون لك علم بأحكام الصيام وهذا ضروري بل وواجب على كل مسلم ومسلمة طلب العلم فريض لا بد من طلبه إذن العلم بأحكام الصيام عليك أن تتعلم وتقرأ وتطلب العلم الشرعي في أحكام الصيام فتنفع نفسك وتعبد الله على علم وتفيد غيرك من الأصدقاء والأهل والأحباب والعائلة في أي سؤال يسألونك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وأعنا فيه على الصلاة والصيام والقيام آمين